موسيقى كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وصباح الخير عليكم جميعا لوحة صباحية جديدة تجمعنا بخطوط وألوان الجمال والإبداع ودائما هي أمنيات الصباح بأن يكون هذا الصباح بداية موفقة ليوم موفق للجميع نفتح أبواب الصباح على مساحات النبض الصباحي ونحتفي بهذا الوطن رمز العشق ولون الانتماء دائما في جوانب مختلفة لاحتفاء بالإرث الثقافي السوداني والتأريخ السوداني ودائما نقولها في بداية حديثنا عن الصباح والجمال السوداني بلدنا حلوة مصد الخريف عند قبائل البقارة في كردوفان بمواسم الأفراح يعودون فيه للشق الرملي في شمالها يتفيأون من الأرض الفسيحة والمراع الواسعة أماكن لإقامة الأفراح خاصة الزواج هنا طاب المقام لقبيلة الترجم إحدى مكونات قبائل الحوازمة قريبة من مناطق أبو حراز وكازقيل وهي أسواق مهمة بالنسبة لهم تجري هذه اللحظات ترتيبات لزواج أحد أبناء القبيلة دائما المراسيم عندنا بتبدأ يوم الثلاثة السهار في بيد أبو الولد ويوم الأربع السهار في بيت أم البنت الخميسة القيلة الخميسة في المساء التتمة الدخلة ويوم الجمعة يكون انتهى كل شيء العريس يسير من يوم الخميس العادة أنه يوم الخميس يسير ويدخل بيته يوم الخميس ويصبح يوم الجمعة دوه في بيته صباحة الجمعة تتسارع خطى هؤلاء النسوة لبناء منزل الزوجية للعروسين وهو مناسبة قائمة بذاتها لها طقوسها وترتباتها الخاصة فللموقع شرق الفريق اعتبار وكذلك نوعية الأشجار التي يبنى منها والبروش التي يغطى بها والأياد المباركة التي تربط مكونات الدار بيت العرس دائماً في مجموعة من الناس بتتشارك في تشييد بيت العرس نحن في البداية الدور كبير على أمار الروس وعلى إخواتها وعلى كل الناس المعاها لما نتحدد الزواج وتبدأ المراسم الفرح بيكون بداية في بيت العرس أول شيء اختيار الموقع الموقع بيأخذ له الموقع الشرق تيمناً بالقبلة إذا كان فريق بالنسبة للرحل أو في قرية سابتة أو حتى في المدن أما البيت من الخارج فلابد أن يكون علامة ورمزاً للزواج بألوانه الزاهية وموقعه في واجهة الفريق تصحب عملية البناء للبيت بنوعية محددة من الأغاني التي تدعو للزوجين بالسعادة والاستقرار والنماء بعد اكتمال بيت الزوجية يسدل عليه رداء أبيض يجلب خصيصاً للمناسبة يسمى الطاقة يتجه الناس لمراسم الزواج الأخرى وهي تجهيز العريس والعروس في ليلة الحنة والجدما دائماً ما يحاط العريس بمجموعة من أصدقائه وأبناء وبنات القبيلة توضع الضريرة للعريس وتعم المكان الفرحة وتتعالى أصوات المغنيات وزغريد الفرح ويعبق المكان بشذل عطور والبخور في نص الليل بتبدأ أغاني القيدومة اللي بتنجد أسرة العريس وممكن لحد الصباح بتكون متواصلة وأغاني القيدومة دي أغاني لاستماع كلها في الشجاعة وفي الكرم وفي الفروسية لحد ما يزبح الصباح يعني بتلقى الناس وفي ترابط بين الأهل وبين الأقارب العريس ده نفسه يعني النسوان اللي كان المسهرات لحد الصباح وطبعاً معهم رجال بيلفوا حول الفريق وبيقيفوا في بيوت أخوال العريس في الغالب يعني وحتى يعني الوقفة أو يعني قدام البيت اللي بيقيفوا فيه يعني بيطلع صاحبه بيكون فرحان جداً وممكن يدوم هدية وممكن يدوم قروش ودائماً يعني برضو حاجة مربوطة بالسهرة دي يعني السهارات دي بيطبحوا لهم خروف براهن يعني تخيل إنه الخروف ده بيضبح ممكن اثنين صباحاً لحد أربعة صباحاً الناس دي بتلقاهم بيأكلوا لحمتهم دي وفيه قروش بتتخطى لهم أثناء ما هم بيغنوا والعريس بيبشروا العريزات ومبنوا لحد الصباح وأصحابه وبعد ذاك بتبدأ يعني الفترة الصباحية بيكون فيها فطور العريس بتجيبه أم العريس أم العروس والفطور ذاته يعني شكله مميز وداخل اللقمة دي بتدفن يعني بيكون فيه مفاجأة يعني ممكن تكون سمنة أو كنافة أو بسكويت أو حلاوة وبرضو نقرح ده بيرجع برضو بيرجع فاضي بيكون برضو فيه هدية برضو من العريس وبعد ذاك دايما في القيلة العريس بتخيله له حتى يعني في الغالب الناس بتمشي لموقع مورد أو مناطق فيها ظل فحتى بسوقوه وبتكون الأغاني عريسنا وين نقيل به في الشجرة مكعكولاً كيه بعد قضاء النهار في الأماكن الخضراء والوارفة يعود العريس للفريق وقبل الدخول لبيت الزوجية يطوف العريس سبع مرات حول بيته قبل الدخول تيمناً بأيام الأسبوع وتتم عملية قطع الرحط والأفراح في الغالب تستمر أياماً قبل وبعد الزواج بعد الزواج وخلاص العروس دي بتكون ماشاة لبيتها والإعداد برضو بقول لفترة يعني أعمال السيور والسرير الدرنقل ده ذاته بيحتاج لعمل مجهود وكبير وفيه مساعدة وفيه نفير يعني إخوات بساعدنها وكل الناس ويعني برضو أنا أقول التداخل الثقافي يعني حتى أهلنا البقارة بقولوا دخولهم للسودان يعني كانوا هم أبالة ولكن طبيعة المنطقة الطينية خلتهم يعني تجهل لسعاية الأبقار وهس حالين في الفترة القريب يعني برضو بتشاهد إنه ممكن يعني العروس يجهزوا له بيته وهي ما شاء عليه بيته يعني برضو ممكن تكون يعني في جمل ونفس المواد اللي بتكون في التور هي يعني هس عروسنا دي وما شاء الله يعني هي يعني البيت جديد وفيه كل الحاجات الزينة من بروش ومن أعمال سيور الشبكة اللي بتكون معروض وبيكون أدواتها الخاصة باستخداماتها في المنزل وأي زول يعني لم يجي المفروض في الفريق يعرف بيته العروس بكل الجماليات اللي فيه إذن هي أفراح لا تنقطع ترتبط دائما بموسم الخريف عند قبائل البقارة في كردفان تتجدد حياتهم بالمناسبات السعيدة والأفراح يتزودون لمسيرة العودة جنوبا بكل ما يحتاجونه من الأسواق التي تنتعش بمقدمهم عبداللطيف عبدالله لبرنامج كاميرا الشروق شمال كردفان مدينة العبيل هو السودان بكل هذا التنوع وبكل هذا الجمال وهذا المروث الثقافي الذي يشكل ذات السوداني ووجدان السوداني والذي يتمنى دائما أن نستثمر هذا المروث الثقافي وهذا الإرث التاريخي الكبير للرقي بهذا البلد